على القاهرة والناس رمضان شهر مشهدى بالملايين صحة الناس وحياتهم هي أهم حاجة في الدنيا ما ينفعش فيها غير يبيض يسوي أعمالهم في العلاج أحياناً بيخليهم يروحوا وراء الوهم وكتير من الناس ما بيعرفش مين الصح ومين الغلط ما بيعرفش مين الجاني ومين البريد فين الوهم وفين اليقين ده دورنا دلوقتي نشوف ونفكر ونحكم ده واجبنا مع الناس الحلوة الدكتور هشام العزازي أستاذ علاج الألم التداخلي جامعة عين شمس أهلاً بكم إحنا بندر نفسنا بشكل كبير جداً فيما يتعلق بالرقبة في أعداء للرقبة كتير أعداء أولاً النوم بطريقة غلط إحنا أساد زيت النوم بطريقة غلط اللي بينام في العربية واللي بينام هو يعني بيذاكر واللي بينام في محط مترو واللي بينام في السينما النوم بطريقة غلط برضو وضع الكتاف يعني الكتاف بص لايك واحد ماشي الكتاف عاملة كده مش عارف ايه ده بيدر الرقبة جداً اه 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 ضغوط والإجهات برضو التوتر للفترات الطويلة والحركات الغير طبيعية بقى يعني مثلاً ان واحد يروح مرة واحدة منطقطع رقبته عامل رقبته منطقطعها أو تنيها مرة واحدة بشكل مفاجئ ده خطر جداً جداً برضو يعني الرقب فيه ناس تحط رأسها في زاوية غريبة يعني بص تلاقي مثلاً ايه يعني واحد بيشتغل تحت ساقف واطي بيشتغل في حتة في صندارة مثلاً طالع في صندارة واعمال يشتغل وبيحمل فطول الوقت عامل كده اه طويل هو وقعد في عربية سغيرة وبتاع فعمل كده مسافر من هنا مثلاً اللي حتة بعيدة وطول التكة هينزل رقبته فيها مشكلة كبيرة جداً طبعاً الاصابات والحوادث والوزن كل ده بيلعب طول خطير جداً والغدروف العنقي ده هنتكلم عليه النهاردة بالتفصيل والحقيقة العلم كله نحو ما يسمى بالمينيمال تكنيك في منطقة الغدروف العنقي هنفهم ليه النهاردة مع ضائف الأساس الدكتور هشام العزيزي أهلاً بيك يا دكتور هشام بيه بنور الناس الحلوة أهلاً بيك يا باب عايزك كلم الأول عن آلام الرقبات كل ناس رابت لها بتوجهها أنا رابتي ساعد المقدمة لحدك قلتها مقدمة جيدة جداً وأضيف عليها الموبايل واللعبة على الكمبيوتر واللعبة على الايباد تلاقيه مؤقت راسه فترة طويلة مدة نص ساعة ومشو ياخد باله أهلاً فعلى طول يجيلوا ألم في رقبته الرقبة فيها عمود فقري الفقرات فوق بعضها متصلة بمفاصل وجواها حبلة شوكي وفي بين الفقرات في الغدروف وعليهم من بره عضلات فأي حاجة من اللي أنا قلتها دي ممكن تكون سبب الوجع ممكن تبقى هي اللي بتوجه على عيان وربنا خالق أي مفصل في جسمنا إنه يعمل حركة متوسطة يعني مثلا زي الصبع لو أنا أعمل حركة زي كده مش هتوجع تغير بقى أنت عامل الصبع كده لمدة مثلا نص ساعة تيجي تتنيه هيوجعك أو العكس اتنيه كده لمدة نص ساعة تيجي تفرده هيوجعك نفس الكلام في الرقبة واحد منازل رقابته بيلعب لعبة وحطت وضع غلط أو نايم بالليل وبيقرأ كتاب فسند راسه على السرير الأوضاع الغلط دي زيما أنت في المقدمة قلت يعني وضع حاجة لها خطيرة جدا ويتبعدين هتعمل بقى الألم ما أنتش عارف الألم بيجي منين ممكن يجي في العضلات ممكن يجي من مفاصل ممكن من الغدروف زيت بقى السن والعجز اللي هو التأكل الشايخوخة يعني برضو بتصيب الرقبة وأخيرا تمرين بتتعمل غلط في الجيم في الرقبة تلاقي برضو بيشير حاجة غلط بيعمل تمرين ويكون فيها سترين على رقابته وشد على رقابته بيبقى فيها خاطئ اي هو الغدروف العنقي؟ ليه خصوصية مختلفة شوية؟ زي ما قلنا الفقارات بينها غضريف الغضريف دي بيبقى أي غضروف ليه قلب من جوه وليه غطاء من بره لما بينشف الغضروف القلب ده حاجة جيلي الطرية لما بتنشف يبتدي المسافات ما بين الفقرات تختلف والغضروف ده يبتدي يطلع ويضغط على الحبل الشوكي يبتدي العيان يعاني من ألم في الأبتر الألم هنا بقى نعين لأن ده يعني بنشوفها كتير جدا في أماكن الألم هنا مختلفة أول مكان بيبقى فيه الكتاف في العين مش شرط رقابته بس توجعه والكتاف ليها توزيع للألم إحنا بسميه رفرد بين أو الحيل بالعرب الألم اللي موجود أنا ممكن يعني العين ييجي يقولك أنا أعلى ظهري بيوجعني فأقوله لا لا ده أنت ده غضروف في رقابتك ده مفاصل رقابتك فالجزء الأولين هو مفاصل للرقابة لو هي وجعته وحصل فيها خشونة أو التهاب هتعمله ألم في أسفل الرقابة وساعات كمان لو كانت المفاصل للعلوية تعمله ألم في أعلى الرقابة يقولك أنا بيجيدي صدع خلف كتير والغضروف نفسه بقى لو ده سعى الأعصاب هيعمل ألم في الإيدين وتنميل في الإيدين فالعين يجي يشتيكي يقولك والله أنا إدية بنملة إدية فيها ألم بتوزيع معينة وليها رسمة احنا بنقدر نعرف كل عصب بيغز فيه ومن وصف المريض قبل ما شوف الأشعة قادر أقوله والله أنت الغضروف كذا هو اللي مؤثره المفصل الفلاني هو اللي فيه المشكلة فطبعاً يعني حاجة خطيرة إنها تتساب ولازم تتعالج يعني أي أسباب الإصادة للقدر؟ إنه بقى وضع غلط موبايل مسكوة غلط حدثة طبعاً غطة الشايخ وخم الزمن يشيه حاجة غلط على رأسه يعمل زي ما تقول التمارين غلط يعمل أي وضع تتات وبرضو يعني في الشغل المعمار والحاجات كلها بيشيلوا في الدماء آه طبعاً ده أسباب آه ضمن الأسباب آه ضمن الأسباب إزاي نشخص الحالة دي؟ الوصف المرضي للمريض يحكي يقول أنا مكاني الألم كذا أماكن الألم هنا بقى لو المريض جاء ووصف يعني صورة اللي شايفانها دي يقول ديك أماكن الألم بتاعت مفاصل رقبة يشوف ممكن توصل للكتف يعني اللي يشوف هيقولك إيه ده أنا ده كتفه اللي وجعه بعد ما باخد التاريخ المرضي وأفحص العين كواس جداً نبتدي نخش على المعامل أو الفحوصات اللي بنعمل أشهرها الرنين المغناطيس لأنه هو بيبين الخلايا والأنسجة الطرية كواس جداً وقبلها أقدر أعمل أشياء عادية الأشياء عادية برضو تقول لك الالاينمنت أو الانسجام بتاع الفقرات مع بعضها هو متساوية ولا لأ أو في غدريف ولا لأ فالتنين دول مهمين جداً أنا أقدر أحط أشياء عادية وبعدها أعمل رنين مغناطيسي أقدر أفهم بيه القصة بتاعة المريض فدول الاتنين الأساسيين اللي احنا أنا عمتمد عليهم في حاجات بقى ثانية بنعمل ساعات دراسة عصب توصيل العصب من الرأبة للإيد هل هو بيشتغل كويس ولا لأ ده ده برضو بنسميها نيرف كوندكشن استدد مهمة جداً نقدر نقول العصب سليم ولا ما السليم نشوف قدرته على التوصيل على قدرته على التوصيل أكتر ناس يعني ممكن في ناس كتير قوي ممكن تهمل في التعامل مع الغضروف موجودين عدق الثمانطات الشرق الأوسط تلاقي الغضروف متسابق إيه الخطورة إن أنا واحد يجي له الغضروف ويسيبه ويطنشه ويمشي على المسكنات مثلا نمسك شقين الشق الأول له الغضروف إنه هو عنده قلم بيعاني منه الغضروف ده بيضغط على العصب فتلاقي بعد شوية الغضروف بعد ما كان الإنسان جاي يشتكي من تنميل بقى فيه قلم بعد القلم ابتدى بفيه ضعف في الإيد القدرة إنه يشيل الحاجة ولك حاجة بتوعى من إيدي نجا يعمل له اختبار في العيادة ألاقي ده واحدة أضعف من واحدة ويدي ضعيفة مش قادر يمسك بعد شوية ممكن يبقى فيه كمان ضغط أشد ممكن موضوع يجيب يعاقها جاملة وممكن يجيب يخلي اليورين أو البولي يسيب من المريض فطبعا الإهمال هنا ده الشق الأولاني اللي هو الغضروف يأتي ضعف يعمل مضاعفات الشق التاني الأدوية إنه نفضل شهور وسنين بياخد مسكنات مسكنات شق بتأذي المعدة جداً والشق التاني بتأذي الكلا جداً لدرجة إن يعني المرضى كتير قوي تيجي تعمل له تحليل كلا تلاقي الكلا تدت تتأثر والأغرب كمان إنه إنت المرض بيجي الغضروف ممكن تيجي في سن كبير ويكون قريدي عنده أمراض تانية والكلا متوسطة الحال بتشتغل بنص كفاءة وهو قاعد ياخد أدوية مسكنات حتى ما هو لازم يضايح نفسه ولو في الآخر الغضروف لازم تعالج يعني هتسيبه لحد إمتى والقلم اللي عندك ده لازم تعالجه والعلاج مش المسكنات المسكنات ده جزء تساعد لكن مش اللي هي كل حاجة العلاج بإيه بقى يعني كيف هنتعامل مع الغضروف وعد عنده غضروف فيه مشكلة هنتعامل معه إزاي طرق العلاج كتيرة لكن زي ما هتقعد في المقدمة إن العالم كله بيتاجه للتدخل الجراحي المحدود يعني مرارة بدل ما كانوا بيعملوها بالمفتوح بقينا نعملها بمنظر آآ غضروف في الرجبة بدل ما كانوا يفتح الرجبة طب ما نعمل بالمنظر وهكذا التدخل المحدود ده بيدي آآ للمريض فرصة إن درجة الشفاء أسرع لأن ما فيش جرح إن العيان فترة نقها أقل آآ آآ رضى المريض بالعملية عمتا تبقى أحسن المريض يقولك ده أنا دخلت عملت عملية في نص ساعة وأنا صاحي فهنا ده قتي الجديد في العلاج للغضروف العنقي آآ إن نعمل تبخير للغضروف إن احنا ممكن نوصل له الغضروف بإبرة تحت جهاز أشعة والجهاز ده بيصور الرقبة بالزبط وقدر أحط الإبرة يعني هنا الإبرة شايفها دخل جوه الغضروف في المكان مظبوط تقدر بتطلع ع درجات حرارة المعينة نقدر ناكل قلب الغضروف هيبقى الغضروف مش ضاغط على العصب وكمان سايبين الغلاف الخارجي بتاعه فعملين زي نوع من نوع الصبرت كده الصورة واضحة من الغضروف آآ الإبرة دخل جوه الغضروف كل اللي حدارك شايفه ده المريض صاحي واخد بنجي موضوع زي بنجي الأسنان بالزبط المريض مش متدايق وممكن من شغل أغاني زي ما قلنا قبل كده الدنيا تبقى حاجة بيس جدا والمريض يبقى عادي يقول لأنا يعني انتو بتشتغلوا فعلا وانه اللو اه احنا مشغالين فطبعا الميزة التانية كمان ان انا بعد ما شيل للإبرة وكالنا الغضروف العيان يقوم يلبس دوم ويروح يعني وفيش حتى وقعد في المستشفى فترة طويلة اه ساعد ما فيش رقبة كمان بنلبس هاله فيش ده ان انا لبسوا رقبة خاصة ان انا ما عملتش آآ حاجة جامدة تدخل عميق ترومة جامدة كلها إبرة وبعدين الحاجة التانية ان في مرضى ماينفعلهمش بينجا كلي ويقول لك انا عندي القلب وعند الضغط وعند السكة طب انا وانا سبعين سنة خمسة سبعين سنة طبعا هتعمل لي العملية دي ما هو كلها إبرة زي ما بتاخد إبرة عضل زي ما بتاخد إبرة في أي حتة نفس الإبرة بس هي بطريقة تانية وإبرة مختلفة طبعا وشكل مختلف فبتبقى ان المريض ينفعلوا التكنيج ده طبعا تنفع بسهولة جدا حتى مهما كان عمر المريضة دي وابتبقى المريض يخرج بعدها بنص ساعة روح على قط وياكل حاجة بس يدوم رواح البيت لما ده حاجة يعني رائعة يعني مقارنة بالعمليات المفتوحة لكن بعض الأحيان لأ يجي المريضة يقول له أنا ما بيحبش دايما أظلم الجراحة يعني الجراحة برضو مهمة جدا يجي المريضة يقول لأ بص انت الغضروف اللي عندك ده عامل مشكلة أكبر منها تتعالج بالقبر وتتشخص كده لأ انت لس تعمل الجراحة مفتوحة وده يعني يقول لها ديك هما الجراحة والجراحة المحدودة أو التدخل المحدود بيكملوا بعض مش ضد بعض خالص يعني ايه الفرق بين التبخير والتردد الحراري لأنه جرى دلوقتي كلبة التردد الحراري على ألسنة الكثيرين نعم التبخير هو سلاح أو إبرة صغيرة بنسميها سلاح لكن في نهاية إبرة بتخش لحد قلب الغضروف بجهاز التبخير وياكل قلب الغضروف هيبقى الغضروف مفوش تنشن أو مفوش بريشر على الأعصاء التردد الحراري هلا لا انا شايفينه ده تبخير تبخير ده عملية تبخير إبرة دخلة ببساطة ببينجا موضع والعين صحي التردد الحراري بقى الغضروف ده كان ده يسعى العصب فالعصب ده عامل ألم طب أنا أوصل بإبرة تانية بجهاز تاني يطلع الزبزبات راديو الزبزبات دي وجدوا إنها بعالة جدا إنها تشيل ألم العصب فبقى كمان ممكن يتشيل ألم العصب الأهم بقى أكتر اللي هي كانت في الأول المشكلة إن الألم في الرقبة نتيجة الخشونة في المفاصل طب ما المفصل ده علاجه إيه كنا في الرجبة ممكن أغير مفصل للرجبة طب في الرقبة غير مفصل الرقبة إزاي مفيش حتى هي غاية مفصل رقبة فبندخل إبرة على العصب اللي رايح للمفاصل قسمي عصب المفصل والتردد الحراري هنا ليخلي العصب ده مش موجود لمدة سنتين تلاتها ممكن من سنة لاتنين لتلاتة والعين يبقى الألم مفيش والميكانيكا بتاعت رأسه حركتها سليمة فاش مشكلة خالص فيبقى المريض مستغرب إن هو الألم راح ونوقف كل المسكنات فطبعا ده بتبقى حاجة يعني تقدم علم راهي موجودة الراديو دي بقى يستخدمها في حاجات كتيرة جدا نستخدمها في أمراض الكبد نستخدمها في أمراض الرحم أمراض أورام في العظم وابتدى بقى نفس الفكرة لكن بأجهزة تانية نستخدمها في علاج الأعصاب بشكل عام فالتطور هنا في علاج الألم في السنين الأخيرة عشان تطور مع جهاز التردد الحراري بقيت أغضى أوصل لأي عصب في الجسم ونعالج العصب ومش نموته يعني برضو ناس تقول لك ده داخل يكوي العصب أقول لأ مع العصب وظيفته سليمة أنا مش هنشل إيد العيان لا ده هو بنشل الألم الناتج عن العصب لكن حركتك وإحساسك وتشكه بإبرة يحس وكل حاجة سليمة جدا فيه أعصاب حسية وعصاب حركية يعني طبعا اه وأنا بدخل على الجزء الحسي في العصب بتقنية معينة بتردد معين ويحس برضو يعني مش بس الحسي إن أنا باك ويحس لا ده أنا الألم اللي ناتج عن العصب نفسه بيروح طب والإحساس في العصب موجود يقدر يلمس ويحس بألم برضو بس الألم بقى الطبيعي مش الألم المزمن اللي كان عنده والتنميل يروح هو تقدم آآ كبير يعني بقى إنه يعني العلم بقى فاهم العصب بين الليل الألم وآآ وإن حتة اللي بتنيني الألم والمشكلة فين ما انت لو تعرف مشكلة هتوصل للحل طبعا عايز حضرك بقى للناس اللي عندها مشاكل في الرعب وغضروف وعنقي حضرك أقول لهم نصيحة أو بمعنى صحت الغرف ملخص اللي احنا قلناه لأنه هما دول لازم يحفظوا هم يعني تعبيني آآ يعني هو أي حد بيشتكي من ألم آآ في العمود الفقري عن متى أو ألم في أي حتة في جسمه والألم ده فترته زادت عن حد المعقول وما كانش شايف إن فيه خطة معينة أو حاجة ما يزينهملش وبالذات بقى العمود الفقري لا ما يبقاش فيه عندها غضروف رقابتك وبتتقلم ويمكن قولنا قبل كده ما تعانيش من الألم يعني الألم ده آآ هيجيلنا بس ما تعانيش منه ويمكن الـ الـ نظام صحر العالمية كانت طلعت من ضمن حقوق الإنسان إن علاج الألم حق من حقوق الإنسانية يعني إنت الإنسان حقه إنه يتعالج من الألم دخل مستشفى وهو ما عوش فلوز تعالج من الألم بس يعني العالم بقى حق فالمفروض الإنسان اللي عنده مشكلة ما يسيبهاش يعني عشان ما تتفقمش ويبقى عنده شلل أو عنده حاجة يعني عندي عندي فيديو عايزة أقول لي الحضرك وتقولينا بس الحد دي عشان دي اختلف عليها الكثيرين تعال نشوف الفيديو المثير ده ده التقطاة آآ يعني يعني تخيمك للتقطاة ده ده يعني لو عيادات دلوقتي بره لو أماكن دي عيادات دي عيادات آآ مفيش حد في مصر يعني 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 كل واحد له حاجة بي إما بيطاة هادي آآ اتعامل عليها الدراسات وأثبات التنمية بتعملش خشون آآ آآ طب الرقب هو الحال اللي لا بس طبعا آآ حركة رقب العنيفة آآ ده مؤذية طبعا آآ ده ممكن تعمل توقف العضلات وده ممكن تعمل آآ خشونة في الرقب اللي هو بتقطع رقبتهم جامل بطريقة عنيفة يعني آآ لكن الحركات العادية آآ العلاج بال 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 بالفرد والستريتش وكلها التمارين آآ بتندرج دحت العلاج الطبيعي وال 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 و و و بيجيب نتيجة واغلبها ليه العضلات آآ لما يبقى مشكلة في العضلات مشكلة في غضروف ديس على العصب ما أنا عندي حياتة ميكانيكية هنا اللي يزم بتتحلي آآ 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 ده مش يتعمل ميكانيكس يعني يعني اتا يعني اتا مش هتحلي بتقطع آآ لكن التقطع بتاعترامة لازم يعني تكون بح آآ وما يتقطع ليه يتقطع يعني هو هو يعني هو مش هوا يعني هو ليه يفكر انه يتقطع أنا مفكرتش ان في حياته يتقطع رقبتي بس يعني هو حتى يعني آآ الحركة مش مطلوبة آآ يعني اي مفصل ما تعملش عليه سترين وشد زيادة على اللازم خالص آآ وال لابس الرقبة في ناس يلبس الرقبة عنده واجعة في رقبته هو زي ما بيعمل ايه الرقبة دي بتفاكس بتعمل فكسيشن او تثبيت للمفاص بتاعترامة هو بالتالي هو ماشي عامل كده طب انت مش هتحس بألم هو ده مش المطلوب انا عاوزك تتحرك عادي اذا القلم اللي في اللحزة دي يقول لازم ده هو ده اللي تعالجه زي ما وزواحد صباحه لما بيحركه بيوجعه فراح ما جبسه طب ما ايه الرقبة هتبقى حاجة زي كده انت جبسته صباح عشان ما تتواجعش طب انت مش هتحركه يعني اه اه في الطب الباب اللي جيلك منه اه لازم تواجه تواجه وتحل المشكلة اه لابا الله يفعله نورتنا يا فضل الله يفعله الحوار الممتع الفنة العزيزة القيمة العلم الكبيرة السؤس دكتوري شم العزازي كان في حوار كالعادة مثير ومهم جدا حاول التدخل المحدود فيما يتعلق بألم وظروف الرقبة الألم مشكلة كبيرة علم مهم جدا ينبغي ان نقف امامه وفي كثير جدا من المناطق سنتحدث عنه في المرحلة القادمة ضيف العزيز لهو جزيلة شكرا لكم ايضا في الناس الحلوة خليكم معناس حلوة التخزين البطائع ورفعها ونقل الحاجة من مكان الى مكان ده لقوا انه له اكثر الضرر اللي ممكن يؤدي الى مشاكل في الضهر كل مريض مهم عندنا يبقى كل عملية انا بعملها هستخدم فيها الجراحة الملاحية لان ده افضل للمريض بكل ما تعني كلمة افضل من المضاعفات اللي مكتوبة وتحصل في الجراحات العادية ان الجراح يدخل يعمل عملية على غضروف ما بين الرابعة والخمسة يعمل التالتة والربعة وبنشوف الكلام ده على فكرة اشتركوا في القناة القاهرة مدير مستشفى نيورسباين للجراحات المتخصصة اهلا بكم ضهرنا مش في امان يا جماعة حاجات كتير بنعملها بتضر بالضهر انه بيخلي بالكم في حاجات في اليوم في اثناء اليوم احنا بنعملها بتدمر الضهر بتبوزه خالص لو عملناها غلط طبعا وهي طبيعتها جمان غلط يعني مثلا من ضمن الحاجات استخدامات الموبايل اي استخدام للموبايل والتابلت والكمبيوتر ليه؟ لانه فيهم فيهم دايما بس لتحت ما هو مفيش حد بيستخدم الموبايل كده كله بيبص كده بيبص كده والتابلت نفس الكلام ومش عارف ايه فالموبايل عموما بيأثر على فقرات فقرات الرقبة طبعا تحديدة الاكتر والضهر يعني لو بقى حد بيبص بطريقة كروباتية بقى على اللابتوب والحاجات دي حاجات تانية تخيلوا بقى غسيل الاطباق لستات البيوت وغسيل الاسنان لانه اي حاجة فيهم برضو ميل للقدام انا دايما في غسيل الاطباق الست بتميل اللي قدام عشان تغسل الطبق في الحوض لازم تميل سنة فده لقوا مضر جدا بالضهر ويؤثر على الفقرات الضهر اللي هو ستة عندها الاستعداد برضو تخزين البضائع ورفعها ونقل الحاجة من مكان الى مكان ده لقوا انه له اكثر الضرر اللي ممكن يؤدي الى مشاكل في الضهر الحاجة بقى الخطيرة جدا كل اللي احنا بتقوله ده على فقر حاجات لا يمكن تفديها ما فيش حد مش يغسل الصحول ما فيش حد مش يستخدم الموبايل اللي جاى دي برضو محد يشقدر يتفديها وضع الطفل شيله كده وضعه في مقعد السيارة بتشيل ابنك او بنتك وتحطهم في الكرسي بتاع العربية وتربط عليهم الحزاب وانت بتشيلهم وبتحطهم بلازم لازم نتيجة دخولك للسيارة ولان هم لازم يتحط في مستوى اقل من طولك انت بتوطي بتوطي وتتني نفسك وشايل حاجة ده يضر ضهرك جدا جدا بعد برضو لازم ناخد بالنا منه ما نكرروش كتير ونشوف له بدائل حاجة الاخيرة بقى غسيل النوافذ برضو لقوا انه التواء لكنت في اسناء غسل النوافذ الشبابيك بتعمل حاجتين في منتهى الخطورة اولا بتعمل التواء للعمود الفقري ثانيا بتستخدم ناحية واحدة من الجسم مفيش حد بيغسل بأدين الاتنين كده بتستخدم ناحية فلاقوا ان ده في منتهى التأثير مش هنقول الخطورة بس بيأثر على الديسك والعمود الفقري وعضلاته والغضاريف الموجودة فيه خلي بالكم من الكام حاجة دول يعني ده ما نقول لكم كل ده انفتروا لازم هتعملوا ومين اللي مش يقصد سنانه ولا مش هتقصد صحونها ولا مش هتحط عياله في اي حاجة ما هتشيله ومش بلازم في العربية بتحطه في السليل بتاعه وتشيله في السليل بتاعه كل ده هيأثر على الظهر ما تخليش مع عوامل تانية اذا كانت الحاجات دي انت بتعملها غصبا عنك لازم فما تخليش حاجات دعنيها تدخل على ظهرك تبوزه من غير لازم تشيلش بقى حديد ما تبقى شنتي بقى متهورة وتشيل كرسي الـ انت ريه اللي قد كده ما تتهوريش لوحدك وتشيله تابلوه مش عارف وازنه عامل ازاي عشان تشيله من حتة لحتة ما تتهوريش لوحدك وتشيله ام بوبتر وتجاز عشان تغيريها بنفسك او تشيلها انت بنفسك برضو وانت مش قادر كل ده تهورات يعقوبها ناتم شديد جدا النهاردة حوار عن واحدة من ادق الجراحات واساليب الجراحية في عالم جراحات العمود الفقري جراحات عموما الوخ والاعصاب مع ضيف العزيز استاذنا لست دكتور يسري الحميلي اهلا بك دكتور يسري الحميلي اهلا دكتور اهلا حكاية غسيلة بقى دي خوفتني انا مخصدش متوقع باش يعني غلابة ستان هو الحقيقة كل الحاجات اللي قلتها صحيحة لكن كل ده يجبه او يصحح منه حاجتين اتنين ان الانسان يبقى عنده ثقافة الجسم الرياضي او الاهتمام باللياقة البدنية مش لازم نبقى رياضيين بس واخدين بنا من اللياقة البدنية بتاعتنا واللياقة البدنية بتاعتنا بتتطلب ان احنا نعمل تمارين ورياضة ومجهود شوية في الرياضة وحفاظا على انفسنا في موضوع الاكل الحاجتين دول لازم عيننا تبقى عليهم مش هقول بالورقة والقلم ولكن على الاقل احنا في بالنا الكلام ده زي ما برضو يبقى في بالنا واحنا بنستخدم التابلت والموبايل واحنا بنخسل الاطباء واحنا بنعمل اي حاجة ان وضعنا يبقى صحيح الى حد ما مش لازم في كل مرة نعمل فيهم غسيل الاسنان هنوطي ولكن عايز اقول ان لو احنا ببالنا مش هنكسر من عملية ان احنا نوطي مش هيبقى طوله النهار بنوطي واحنا بنعمل كل حاجة هنبقى واخدين بالنا ست البيت ممكن تاخد بالها المرة دي هتوطي المدة 3-4 دقايق هيتخلى لها عمل تاني وبعدين ترجع تاني مايبقاش الموضوع مستمر هي المشكلة في ان احنا نعمل العمل ده يعني بمدة طويلة لكن ممكن نعمله مدة قصيرة ونعمل حاجة تانية ونرجع نكمل تاني فترات متقطعة والاهتمام باللياقة البدنية عظيم فيه ترم او لفظ طبي مهم جدا اسمه الجراحة الملاحية ما هي الجراحة الملاحية هل ترى ان المريض العربي بدأ يستوعب هذا الترم هذا المعنى ولا لسه برضو الصخافة ما جابتش لسه معنى ودور الجراحة الملاحية هو الاستيعاب يأتي من ان هو يبقى الاطباء اولا مستوعبين الموقف وعارفين والمستشفيات تبقى مجهزة بهذي التكنولوجي هو الجراحة الملاحية باختصار شديد عبارة عن ايه زي ما العربيات الحديثة كلها نازل فيها حاجة اسمها نافيجيتور او اللي هو اللي بيدوريك خريطة البلد وزي ما النافيجيتورز دي متصلة بالاقمار الصناعية بحيث تديك احداثيات المكان والمرور والازدحام نفس القصة في العملية الجراحية لما بندخل في مكان حساس جدا زي العمود الفقري او المخ احنا هنا بنعمل عملية انزلاق غضروفي لما هدخل بالجراحة التقليدية هابقى محتاج ان انا اشيل العظم اللي قدامي بتاع العمود الفقري عشان اشوف الغضروف وهزحزح الحبل الشوكي وبالتالي هعمل حاجات قد تضرب المريض في الغالب تضرب المريض لكن لما هستخدم الجراحة الملاحية هتديني الاحداثيات عن الاماكن المجهولة دي بحيث ادخل من الفتحات الطبيعية اللي ما بين الفقرات وبعضها دون ان استقصل اي عظم وهنا هقدر استخدم الات محدودة التدخل زي المنظار فبالتالي هعمل عملية كبيرة جدا زي اللي احنا شايفينها على الشاشة وهي استقصال انزلاق غضروفي بالمنظار من فتحة او صقب صغير ما بقيتش محتاج بقى ان انا اشيل عضم ما بقيتش محتاج ان انا اوسع او افتح في العضلات ما بقيتش محتاج ان انا الابس المريض ده حزان بعد العملية وبالتالي بالضبط زي لما يبقى انا عندي نافيجيتر في العربية بتاعتي وانا عارف الاماكن مدينة نصر كبري 6 اكتوبر مقفول فهاخد من تحت الكبري لا ده في حدثة على المحور فبالتالي بلاش اخد المحور ده هاخد الدائري هاخد طريق تاني لما يبقى النافيجيتر اللي عندي ده في العربية بيديني كمان احداثيات المرور ده في الوقت الحالي لا ده فيه في المكان الفلاني حدثة بلاش تاخد الطريق ده هتاخد طريق بديل طب اقرب طريق للمكان اللي انت رايح له قديه وهتستغرق وقت قديه تقدر تزبط موعيدك تقدر تعمل كل حاجة وبالتالي انا النهاردة بقدر احدد في عملية الانزلاق الغضروفي هاخد بينج قديه مدة الوقت اللي هتشغل فيه العملية ما بقاش بقى الموضوع زي زمان ان الدكتور بيجي يدي البنج والبنج ده مده ساعتين وبعد ساعتين هيحتاج يدي ما فيش الكلام ده ده ممكن ازبط البنج بتاعي عشر دقايق نص ساعة تلت ساعة على وقت الجراح اللي هعمل فيه العملية بتاعتي عندي السؤالين هل كل عيان عنده مشاكل في العمود الفقري مثلا يمكن ان يخضع للجراحة الملاحية ام انها جراحة لها محدودية في الاختيار ثم هل لانها جراحة تعتمد على تكنولوجيا عالية جدا هناك تقدم كل فترة في هذه التكنولوجيا بحيث ان احنا نقول كمان انه اللي عنده هذه التكنولوجيا ينبغي ان يكون زي ما بيقوله مبزرا فكل شوية هستقدم الابتو ديت من التكنولوجيا ده بارده بنقصين حمل على الاقتصادي ومطلوب بقى هنا ان انا لازم اواكب اللي هبدا بتتكلم على مختلف وقديم دي نقطة انا عايزة افهمها حاجتين الحقيقة هو مين اللي هتعمله العملية بالجراحة الملاحية ومين اللي مش هتعمله لو انت عندك عربيتين عربية فيها نافيجيتور وانت رايح مشوار مهم وكل عملياتنا مهمة ومحتاج تنجز بسرعة وما يبقاش فيه اي مشاكل يبقى هتاخد العربية اللي فيها نافيجيتور وهتستخدم الوسيلة دي ولا مش هتستخدمها انت مسافر رايح تحج هتحج بيه على الجمل زي جدودك ما كانوا بيعملو ولا هتركب البخرة ولا هتركب طيارة ولا هتروح بعربيتك هنا بقى عندي امكانات يبقى هعمل هسافر بالطيارة طبعا مفيش كلام بالتالي الجراحة الملاحية بالنسبة لنا هي مهمة في كل عملية لان كل مريض مهم عندنا يبقى كل عملية انا بعملها هستخدم فيها الجراحة الملاحية لان ده افضل للمريض بكل ما تعني كلمة افضل طيب هل زي ما تفضلت في السؤال التاني التكنولوجيا بقى التكنولوجيا بحتاج ان انا اطور طبعا محتاج ان انا اطور وعشان كده عملياتنا ما بتبقاش رخيصة وللأسف ان انا بقول الكلام ده لكن انت مضطر لانك انت بتعمل حاجة بتفيد المريض ما انا النهار ده لما اعمل للمريض ده العملية وبعد ثلاث مش هنقول بعد اسبوع لان معظم عينينا بينزل يتحرك ويركب عربيته وسوق عربيته هيرجع شغله بعد عشر طيام بعد اسبوعين انا وفرت له المريض ده لاني ما عدتوش ثلاث شهور اجازة وفرت له كتير قوي واهم من وفرت له ان انا رجعته بشكل طبيعي يمارس حياته تماما يبقى اللي دفعه جزء البسيط اللي زاد عليه في تكاليف العملية هيغطيه في اكثر من شيء واهم حاجة انه هيطلع في حالة صحية ممتازة تسمح له انه يعمل كل حاجة هيبقى باعمل تسبيت فقرات للمريض ومع ذلك المريض ده بيوطي ويصلي وممكن يلعب كورة ممكن يلعب اي رياضة هو عايزها بالتالي يبقى انا رجعت المريض بعد مشكلة انزلاق ضروفي او بعد مشكلة تزعزع فقرات او حتى بعد كسر في الفقرات الى وضع طبيعي جدا ناهيج بقى عن المرضى اللي بيجونا عنده شلل عنده مشاكل فاضيعة جدا وانت بترجعه الى وضع طبيعي يبقى الموضوع يستحق عندنا حالة من حالات ضيفي العزيز سازنا للأساس دكتور يوسر حميلي الحالة دي مسجلناها وشفنا نقل ليه خبرة مريض مريض من العرق وده اساعدني جدا انه يعني مريض من انتوا عارفين اللغة العرقية صعبة مع اللغة المصرية فكونوا انه هم يتفرجوا علينا ويتابعونا وهو قال ان احنا تبعناك من خلال القاهرة والناس فده شيء اساعدنا جدا جدا ده اساعدني انا اللي اساعدني جدا انه حالة من العادة صعبة رجل كان متقدما في السن الكبير من الصغير بيستخدم العكازين بيمشي عليهم وبيحكي قصة تعالوا نسمحها لانا قصة مهمة جدا جدا ثم نعود لحوارنا عن الجراحة الملاحية تعالوا نسمحها معا معا قبل العملية سويت عملية اجراءة عملية في محافظة الانبار فقرأت فبعدها بديت امشي على العكاكي هاي تسع سنوات عاني من عدها راجع لطباء بكثرة موجودين ببغدال بغير مكانها ناس تقول لي دعامات وناس تقول لي براقي وناس تقول لي قفايص وناس تقول لي ما احد يعني اتعبوني جدا اتعبوني كثرة علاجات دمرتني بحيث اصبحت عندي حالة نفسية لا تطاق ما ما اركز به ما يعني حالة النفسية تعبيرت حالة الصحية تعبيرت يا الله سوى حالة آپ نفسية خ awareness مヤح giornال شكرا لطباء اشهر اشهر المitel rarely استخدمها سوى خبار تعبير خبار انجل تعبيرت خبار انجل انجل شكرا سواء كيف يجريت هذه الحركة ما عندي ما اقدر على الحكاكسي تسع سنوات والعملية الثانية ما يروي ساعة يعني اقل من 48 ساعة 40 ساعة تقريبا انا اطلعت على البرنامج بتاعتي الشيخ التشخيص ماله تشخيصه كويس وعمل عمل صحيح ناجح لا اعتباطي ولا عفوي لا يشخص حالة المالير تشخيص جيد وانا من خلال سمع الها ارضى علينا اروح لتركيا ارضى علينا اروح للهين ارضى اروح علينا لي وانت التركيا الحقيقة اسعدني جدا حوار طبعا ضيفنا وضيف مصر العزيز لانه احنا في النهاية بنسعد جدا بالسياحة العلاجية انا عايز اقول حاجة مهمة جدا للاخوة العرب اللي بيسافروا الهند ويروحوا تايلاند ويروحوا الهند وتايلاند على فكرة احنا متقدمين جدا عن هذه البلاد متقدمين بما لا يدع مجال الشك في مجال جراحة المخ والعصاب بقول لكل الاخوة العرب احنا عندنا احدث ما وصل اليه علم جراحة المخ والعصاب والعمود الفقري وعندنا تحديدا في نيورو سباين احدث الاجهزة كأنك سافرت المانيا فليه بتروح دول يعني هي اقل مننا في المستوى وعندك حاجز لغوي وعندك 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 انت بتتمتع في مصر باستضافة عالية جدا باخوة بيقبلوك ما بتلاقيش حاجز لغة ما بتلاقيش صعوبات ما بتلاقيش مشاكل بتلاقي احدث التقنيات وده مش الفيديو ده بس على فكرة اللي هيدخل على صفحة نيورو سباين على الفيسبوك هيلاقي امثلة كثيرة جدا للاخوة العرب والمصريين كذلك اللي هتحفزهم ان هما من فضلكوا بطلوا تروحوا الهند وتروحوا تايلند احنا عندنا اللي احسن من ده بكتير جدا جدا ومتروحوش تركيا طبعا احنا عندنا جراحين من مخوة العصاب ما ان شاء الله عالين جدا وانت واحد منهم طبعا لكن في كم جراحين مخوة عصاب كبير موجود في مصر رائعا للغاية لكن خلينا نترجم ما قالوا شيخنا الجليل الرجل الجميل العراقي ربنا طبعا يرفع شأن العراق ويكفيها شر الدخلاء ويكفيها شر الفتنة خلينا نروح للكلام اللي هو قاله هو اجرع بلا كده عملية جراحية احدك ما تلقص لنا الهيستوري بتاع هو كان اجرع عملية من تسع سنين ومن تسع سنين ما بيقدرش يمشي بيمشي على عكزين بالعافية عشان يدخل حمام او او وكان عنده شلل في رجليه الاتنين سقوط تام في القدمين وما بيقدرش حتى بيستخدم العكاكيز مع دعم من احد اقاربه وكان عنده ضعف كمان في حركة الايد ايد بتتهز انا عملت له عمليتين عملية انزلاق جدروفي عنقي وعملية انزلاق جدروفي قطني مرتجع وكان عنده التساقات حوالين الحبل الشوكي عملت له ازالة للالتساقات وتوسيع للقناة العصبية وازالة لغدروفي المرتجع وعايز اقول ان على فكرة من اكتر العمليات اللي بيبقى فيها تحدي العمليات المرتجعة عمليات المرتجعة بيبقى فيها في كل انوع الطب على فكرة وبنشوف فيها كتير بقى بشوف فيها العجب يعني ممكن جدا كان عندي مريضة ايطالية عملت لها العملية وهي كانت عاملة العملية في ايطاليا ست شهور قبل انا ما عملها وست شهور تعبانا ما فيش اي تحسن فخلاص خلاص اقرت بقى ان ايطاليا مش هتبقى ما عملت لهاش اللي هي عايزة برغم انها بلدها فلما جات مصر وانا شفت الاشعة ثلاثة ان الغدروف موجود ودخلت فعلا وليت الغدروف كما هو لم يمسوا الجراح اللي عمل عمل توسيع وسبب الانزلاق الغدروفي عايزة اقول ان مصر يا جماعة من اعظم الدول والاطباء المصريين من اكفق اطباء العالم واحنا عندنا الامثلة كثيرة جدا ضيفي العزيز قدمتك كثير مستقفة اشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا ضيفي العزيز استاذ الاسوس بكتوريوس الحميري كان تلعد مبدعا في حوار دقيق كدقته في جراحات جراحات البخوة العصام حول الجراحة الملاحية في الناس الحلوة خليكم مع الناس الحلوة وليم بروفت قال في كتابه طب تقويم الأسنان المعاصر قال مضمونة مهمة جدا ان المظهر له تأثير على الانتباع الزراعة من اكتر اقسام طب الأسنان اللي استفدت من التكنوليش خلينا مثلا نتفق ان وجود الأشعة السلسية أبعد طفرة غير عادية في عالم التشخيص والزراعة مثلا في عالم التشخيص وعلاج العصب وفي الزراعة وفي الجراحة انا يهمني الشكل اللي تحت ده شكله ايه؟ شكله معمول ولا شكله اسنان يعني؟ لو احنا خبينا اللي فوق ده خبينا ان دي الحلقة قبل هل الناس هتتخالن الأسنان اللي تحت دي؟ أسنان معمولة ولا أسنان طبيعية فيها التفاصيل الطبيعية؟ الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة مدرب معتمد بالجماعية الدولية للتصوير الرقمي برلين عضو الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك موسيقى موسيقى واحدة بعتلك بتقول فرحي بعد الأسبوعين وعايز اعمل تجميل الأسنان هوليودي سمايل كاي زي ما بتقول على الوقت كافي؟ حسب الحالة في حالات ممكن تخلص في جلستين خلال يومين أو ثلاثة وفي حالات لو محتاجة تجميل لسة يبقى لازم هنعمل تجميل لسة الأول لو بلايزر بس ممكن تخلص في أسبوع لو محتاجة جراحية أو إزالة في مشاكل في العظم نفسه وهنعمل إزالة للعظم للعظم نفسه لأ دي ممكن تاخد أكتر من كده فحسب الحالة يعني ما نقدرش نقرر غير لما بتجوف الحالة في حالة بتاخد زي ما قلنا جلستين خلال ثلاثة أيام في حالات بتاخد جلستين خلال أسبوع في حالات بتاخد شهر عشان تعمل تجميل واحد عنده السكر وعنده أسنانه الأمامية تتلخر واحدة وقت نصيح بتركبات سبت لكن هو بيقول إنه لما عملها بتقول ليه مه التركبات السبت احنا لازم الأول نتفق إن أي حد عنده السكر مطالب إنه هو يزبط السكر لمعدلاته الطبعية التراكم احنا دائما بنعتمد في طب الأسنان على التراكمي مش العشوائي لأنك لو معدلات السكر مش مظبوطة سواء عملت سواء سنانك سليئة سواء سنانك مش معمولها تركبات أو معمولها تركبات أو عملت زراعة هتعاني لأن السكر بيدور الأوعية الدموية والأعصاب وإحنا أصلاً الفم هو من أكتر الأماكن في جسمنا اللي فيها أوعية دموية فأول ما بيحصل مشكلة الفم بيتأثر والعظم بيتأثر واللسة بتتأثر فهيأثر على أي حاجة سواء سنانك سليمة سواء أنت عامل تركبات سابتة سواء زراعة فلازم تحافظ على مستوات السكر للمستوى أو المعدل الطبيعي دي نصيحة لأي حد عنده سكر بس انت الشؤال الحل إيه؟ الحل إن هو يزبط معدلات السكر ويروح لدكتور يعمل له أشعة يشوف المشكلة في إيه؟ هل المشكلة إن التركبات ما ممكن تكون التركبات معمولة غلا؟ أو التركبات معمولة صحة بس معدلات السكر بدأت تقذي اللسة وبدأت تقذي العظم اللي حواليها فبدأ لما بياكل بيحس بحمل أو بضغط على الأسنان فأنا شايف إن هو رقم واحد يعمل تحليل سكر تراكمي نشوف معدله إيه لو في مشاكل نزبطه نروح لدكتور أسنان نعمل أشعة نشوف المشكلة في التركبات ولا المشكلة في الأنسجة الدعمة اللي حوالين التركيب طبعا بنت السيد تقول لك عندها طفلة تعان من غمقان لون اللسة طبعا بنت عندها عشر سنين طبعا هل ده بسبب الحلويات ولا في حاجة تانية هيا اللي حاملها؟ لأ هو لون اللسة ممكن يتغير بشكل وراسي أو عند بعض الناس نتيجة بعض العداد زي التدخين في سن عشر سنين عمش نعمل لها حاجة لما تكمل مثلا سن 16-18 سنة وفضل اللون ده موجود بنعمل لها حاجة اسمها بيلينج أو تأشير وده إجراء بقى في منتهى البساطة بيتعمل في روبي ساعة بالليزر وتقريبا الكيس بتخرج كأنها ما عملتش حاجة واللسة بيبقى شكلها طبيعي جدا بنت بتعاني من صغر حجم الأسنان ظهور اللسة كمان وقت الابتسامة هي كده مش صغر بقى حجم الأسنان هو كده الابتسامة اللثوية نتجة عن تضخم أو نمو زائد للسة فده يعني غطى لسنة فبقى السنة شكلها صغيرة العلاج بسيط جدا 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 بنعمل حاجة اسمها جمري كنتور لو مفوض زواية عظمية بنعمله بالليزر برضو في ربع ساعة لو في زواية عظمية بتعمل سيرجيكال برضو في حوالي نص ساعة النتاج بتاع طهيلة وبترجع الأسنان لشكلها الطبيعي وبنتخلص تماما من الابتسامة اللثوية بتعاني واحدة بتقول انا بتعاني من صديد في السنان حاجة صعبة قويدي حاليا بتقول هي بتشور بواجع في أعظم أسنانها في مكان وجود هذا الصديد ايه الحل ان المسألة بتكررت اكتب من المرة اذا وصلنا نبدأ يبقى عندنا صديد يبقى انا هنا محتاج على الجذور هنا حصل موت لنسيج الحي اللي جوه السنة اللي هو البول ولما مات ودخلنا بقى في مرحلة تانية اللي هي مرحلة الانفكشن أو العدوى اللي هو بقى فيه غزو من البكتيريا فبدأ يعمل أبسز اللي هو الخراج الحالة دي تستدعي على الجذور وبعد ما هتتعمل على الجذور هتحتاج تعمل لها كراون أو تربوش عشان نحافز على السنة انما ما ينفعش اعتمد بقى ايه ان انا اخد المضاد الحيوي تقول انا خفيت وبعد شوية اورم تاني او اخده مضاد حيوي تاني واخف بعد شوية جسم بيزع يوم عامل ايه يوم عامل حاجة اسمها جرانيلومة نسيج ليفي يزهق اكتر يوم عامل سيست كيس يعني كيس بقى عمال ياكل في العضل فدايما دايما ابعد ابعد في صحتك عامة عن حاجة ان انت تخش في سايكل او في دايرة ان انا يبقى عندي مرض مزمن الكرونيك ده الجسم ما بيحبوش فبيحاول يعمل حوالي كابسولة الكابسولة دي بتزيد وتكبر على حساب الجسم نفسه بتاكل في الجسم من الاخر اه اه حالة بتقول انا عملت تركيبة فينير طبعا انا قمت تركيبة فينير من سلوان لكن دلوقتي بتحس بقلم طبعا هي ما بتروح بتقول انا ما بروحش اتابع مع الدك كده طبعا خلينا اتفق ان اي اجراء تجميلي من اي نوع هو ما بيخليش ما بيخلناش ما بنحتاجش نروح لدكتور الاسنان لان الاجراء التجميلي هو اجراء بيخلي شكل اسنانك جميل لكن هي سنة في الاخر لازم تتعامل معاها سواء في وسائل التنظيف من استخدام الفرشة من استخدام الخطط الطبي من استخدام المضمضة بشكل طبيعي لانها سنة لان انت في الحالة دي السنة هي جزء خارجي والجدر وحواليه انسجة داعمة انت لما بتهمل في اسنانك فانت بتضر الانسجة الداعمة من الليثة والاربطة اللي هي الليجيمنتس والعضم لو دول اتضروا تمام انت هتخسر السنة نفسها انت عامل عليها التجميل فلازم تتعامل مع اسنانك اللي انت عملتها تكميل عليها اسنان طبعي وزور دكتور الاسنان مرة كل ست شهور لازم علشان اشيل طبقات الجير لان لو ما شلتش طبقات الجير هحصل الانتهابات في الليسة هحصل عندنا مشاكل غير عادية ايه اللوحة دا دي لوحة السنة وصلت هنا ازاي هنا دا اهمال بقى غير عادي اثر بقى على شكل الاسنان ومعظم الاسنان طبعا زي ما انت شاف دي بقى تحتاج كونسولتو فريق بقى طبي دكتور متخصص في علاج العصب دكتور متخصص في الليسة دكتور التركيبات ديزاينر للتجميل اللي بيصنع الاسنان انا يهمني مش النقلة بس بين الشكلين انا يهمني الشكل اللي تحت دا شكله ايه؟ شكله معمول ولا شكله اسنان يعني لو احنا خبنا اللي فوق دا خبنا ان دي الحالة قبل هل الناس هتتخالن الاسنان اللي تحت دي اسنان معمولة ولا اسنان طبعية فيها التفاصيل الطبعية هنا كان ممكن قدي الكيس اي شكل هيبقى مبسوط لان حالة الاسنان سايقة وده اللي بيحصل كيسس كتير بتيجي بحالة اسنان شكلها سايقة ترغل للدكتور يقوم عاملها ايه شكل فتفرح لأ انت لازم تاخد منتج كامل مية في المية مش معنى ان انا كنت صفر فرضة بخمسين في المية لأ انا صفر بس انا هاخد اجراء اخده مية في المية واتأكد ان انا اخدته في المية عشان ما عيدوش تاني طيب السؤال الجايد ده مهم قوي بقى بينتون انا انا تقريبا حاجة وعشرين سنة ظهر ليها فجأة سن في سقف الحال في حال الفجر تمام غريبة دي تعاني برضو ان السنان مش متساوي ايه السن اللي ظهر في السن عندنا كذا احتمال رقم واحد ان تكون السنة دي كانت مثلا زي الانياب المطمورة او المدفونة وجيه وقته ونزلت فما لقيتش مكان ليها فهتنزل فين فتنزل في سقف الحال او تنزل قدام او تنزل تبقى خطة في شفاية دي في الحالة دي انا محتاج تقويه في بعض الحالات بتبقى اسنان زايدة في الحالة دي بتحتاج تتخلع بس بما ان ان انا عندي عدم تساوي في الاسنان يبقى انا كده كده محتاج اعمل تقويه بس هنشوف السنة هل هي سنة اصلية محتاجة عشان تكمل عدد الاسنان بتاعي فهوسع لها ودخلها ضمن القرش او ضمن رصة الاسنان بتاعتي ولا هي سنة زيادة هاخلاحها وهرص الاسنان بدونها ده خرار دكتور التقويه السؤال اللي جاي مهم اوي واحد بقولك انا مش عارف هوقف سجال عنده سفرار في اسنانه وبيسأل هل التبيض هو الحال الوحيد وبعد ما ضايد هل السفار هيرجع تايدين خلينا نتفق مدام واحد سموكر اوي كده وشاره في التدخين لما بيجي بقوله لا ما تعملش تبيض اصلا لاما تخسل اسنانك عادي وتستعمل وتروح لدكتور كل ست شهور يشلك الجير ويعمل لك بوليشنغ خفيف لاما تعمل فينير حل الطبيض بالنسبة لك غير مناسب لانك هتبايد النهاردة بعد اسبوع سنك هترجع تاني فعاكيد مش هتبايد كل اسبوع فبما ان انت مش هدهر تبطل تدخين لاما تعمل الاجراءات العادية وخلاص تبقى راضي بلون الاسنان الاصفر او تعمل فينير هل انت من انصار الطبيض لبعض الحالات حد اجابة دبلو مرسي يعني في بعض الحالات حد ما بيدخنش غير مستهلك للقهوة بشكل شريح حد عنده القدرة على تنظيف الاسنان والعناية بيها بشكل سليم دول ينفعوا يعملوا طبيض وبيعيش وبيعيش سنين للحالات دي مش عارف ليه حاس ان الطبيض بدأ ينحسر انا شايف انه هو نوع من انواع التجميل اللي ينفع بعض الحالات لانه تدخل بسيط جدا لو هيجيب معايا نتيجة ودوام غير كده يبقى لا انصح بيه ده انطباعي ممكن يكونوا غلق عشان الناس اللي بتشتغل طبيض او متخصين في طبيض ممكن يزعلوا مكلام جديد ما بقولك انا اعتمده كطريقة بس لكيس سليكشن دايما في الطب دايما في الطب بكيس سليكشن اهم حد بتقول عمل التركبات اعمل الزراعات قبل كده زراعات اهم وبتشد بتحسب الام شديدة في السنين السؤال ده يعتبر متكرر هل داعب في الزراعات؟ لازم نكشف اهم لازم نكشف ولو انا عندي مشكلة مع الدكتور اللي انا اشتغلت معاه اه ادور على بقى متخصص هروح اكشف اشوف المشكلة قصي ممكن قصي الناس ممكن تخلط فيه ناس بتربط احداث بقى احداث هي زراعات وبعد خمس ست شهور حست بقلم في المنطقة ممكن يكون عندها درسي تاني مساوس اه او درسي تاني وصل للعصف فاحنا محتاجين نكشف عشان نقرر هل المشكلة في الزراع اللي اتحطت ولا المشكلة حوالين الزراع وده وارد اهم يعني مش شرط يكون كل حاجة انها حصلت خطأ بنت بتقول انا باخسل السناني كويس جدا وبنضفها مرتين في اليوم لكن عندي جير كتير تمام حاولت التنظيف بكل الطرق لكن آآ لاسة بدأت كمان دلوقتي تقلبني بشكل كبير حلوة اول عشان دي معلومة خاطئة تماما حد كده كل ما يجي يعني بعض الحالات اول ما تيجي العادة ونلاحق شلت جير اخر مرة ايام تقولك من خمس سنين عصانة دكتور باخسل السناني خمس مرت في اليوم ايه خسل سنانك عشرين مرة الجير هي طبقة متكلسة يعني طبقة صلبة بتتكون بين اللسة وبين جدر السنة وبعد كده بتنتشف بتكبر كل ما بتكبر هي بتكبر على حساب اللسة والعظم يعني كل يوم هي بتزيد بتزيد على حساب اللسة والعظم ما فيش حاجة بتشيلها ولا فرشة ولا مضمضة ولا وترجيت ولا فلس يعني كل طرق التنظيف المعتمدة في البيت ما بتشيلهاش الحاجة الوحيدة اللي بتشيلها ادوات معينة عنده دكتور الأسنان يعني حضرتك مهما كنت بتحافظ على نظافة أسنانك وبتستعمل كل الطرق الطبيعية للتنظيف انت مطالب منك زيارة طبيب الأسنان لإزالة الجير مرة كل ستة شهور اللي بتشتكي منه بقى إنه هو بدأت تحس بالتهابات في اللسة ده طبيعي جداً طرقم جيري الجير بدأت يعمل التهابات في اللسة اللسة أول علامات للتهاب هتلاقي أي حد كده عنده التهابات في اللسة بيعنده نسف علامات للتهاب الناسف الريدنس اللي هو الاحمرار الريدنس اللي هو الجزء ساخن فأول حاجة هتلاقي اللسة عندها فيها احمرار شديد وبمجرد الضغط عليها حتى بدون اي اداة حدا بيتحصلها بليدينج او بيحصلها نزيف اللي بعد ده هو الحصار للسا اللي بعده انحصار للعظم اللي بعده لاخلاخة الاسنان اللي بعده خلع الاسنان وهي سليمة ده كده الطريق اللي هي وقتها طب السؤال اللي جاي ده بقى حلوة وبحب واحدة بتقول لك أنا عملت حشو عصب كويس وركبت طربوش فوق حشو العصب ميت فول التربوش وقح جميل سقط التربوش هو سقط التربوش لمجرد سقط التربوش هل يجب اعادة الحشو مرة اخرى إيه اللي حلو حلو على فكرة هل يجب اعادة الحشو مرة اخرى ولا لا لان دي معلومة ولمجرد سقط التربوش بص سقط التربوش يعني ممكن اللازق نفسه وهو وارد يعني خلينا اتفق معاك انه وارد واحد في المية انه يكون حد لازق كراوم ويقع تمام اللازق حصل له مشكلة اتفاك او او نتيجة خطأ في التحضير ان يكون حضر السنة بشكل جائر فما بقاش فيه سابورت من السنة نفسها فبقى الكراون سهل انه يتخلع طبعا اللي بيقرر هل حصل تحضير جائر ولا لا هو دكتور متخصص انما وارد ان تربوط يكون محضر صح وعامل سيمنتيشن صح وواحد في المية هيتفاك الغلط بقى انه لما يتفاك ما روحش فورا للدكتورة لزاقه لان الناس متخلق ايه انا عيني التربوش ده بقى في جيبي كده اسبوعين تلاتة واروح للدكتورة بقى لزاقه السنة اللي كان فيها التربوش دي مجرد ما التربوش بيقع وبيسيبها يوم او يومين بيبدأ يحصل لها حركة تبدأ تتحرك تقفل كونتكت تقفل المسافة ما بينها وما بين السنان اللي جنبها وبتبدأ يحصل لها اكستروجن تبدأ تنزل وتقفل المسافة بينها وبين السنة اللي تحت فتيجي تركب الكراون تيجي تعد عليه يبقى عالي جدا او ما تعرفش تركيبه اصلا فمجرد ان الكراون وقع يبقى لازم اروح للدكتورة عشان هلزاقه على طول ليه لانا لو قعدت كمان وانا عامل علاج عصب لازم نفهم ان علاج العصب زي ما هو احكام غلق من ناحية الجدر من تحت هو في عكا كمان اسمها كورونال سيل او احكام للغلق من ناحية الكراون من فوق فانا لما الكراون يتخلع فانا بعرض الجزء اللي معمول له حشو العصب ان يخشله بكتيريا تاني فممكن يحصل فشل لعلاج العصب كل ما قدمناه في طب الاسنان في السنوات الماضية كان من اجل الثقافة نحن نريد ان نثقف العالم العربي نثقف العالم العربي في اهمية الاعتناء باسنان ايضا من ضمن احدافنا المهمة ان احنا عبرزنا مهارة الطبيب المصري وده هدف للبثامج في كل برانشاته الطبيب المصري ده احنا بندافع عنه بندافع عن قمته بندافع عن مهارته بندافع عن امكانياته بندافع عن اجتهاته بندافع عن اسماءه صحيح ان احنا ما نقدرش نطلع على المية وخمسين ولا مية وسبعين الف طبيب مصري نتمنى انهم يطلعوا معنا كلهم فاحنا بنا نطلع او معبرين ثقافة والتعبير عن قوة طب المصري دول اهداف ده الحقيقي يبقى انه ده يتقبل بشكل جيد جدا في العقلية الحرمية ضيف العزيز صديق العزيز والزميل العزيز وزي من قلت عشرة العمر بسد دكتور نور دي مصطفى نورتنا دكتور نور وشرفته بهذه الزيارة فليكوا دايما معنا زيارة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر